تباعاً تقر أوكرانيا بخسارة أجزائها الشرقية جميع الجصور المؤدية إلى مدينة سفيرو دونتسك دوميرت حاكم المدينة ربط تدمير جصور خط المواجهة الشرقية باستحالة إجلاء المدنيين العالقين كاشفاً أن إمكانية الوصول إلى المدينة باتت ضئيلة جداً وأكد الحاكم أن جزءاً من المدينة لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية حاكم منطقة لوغانسك قال من جهته إنه بات من المستحيل إيصال البضاء إلى سفيرو دونتسك أو إجلاء المدنيين لكن المدينة ليست محاصرة وهناك إمكانية للوصول كل الأنظار كانت شخصة إلى جصور سفيرو دونتسك طريق حيوي وخط إمداد أساسي للقوات الأوكرانية كما المدنيين وكان سقوطها بمثابة سقوط المدينة القوات الروسية تتقدم بشكل سريع باتجاه سفيرو دونتسك ما دفع برئاسة الأركان الأوكرانية إلى الإقرار بطردها من وسط المدينة نفذت القوات الروسية عمليات هجومية في مدينة سفيرو دونتسك بدعم من المدفعية وحققت نجاحا جزئيا ودفعت وحداتنا خارج وسط المدينة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة سفيرو دونتسك آخر مدينة في مقاطعة لوغانسك لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني ومع اقتراب مشهد سقوطها تكون موسكو قد شقت طريقها نحو مدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك الواقعة في مقاطعة دونتسك وفي خضم التغيرات المتسارعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير كمية كبيرة من السلاح الأمريكي والأوروبي في دونتسك في دونتسك دمرت صواريخنا عالية الدقة عددا من الأسلحة أو المعدات العسكرية التي تم تسليمها للقوات الأوكرانية منها أسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية تخسر أوكرانيا مدونها الشرقية وكذلك دفعات من أسلحتها الغربية تضاف إليهما الخسار الاقتصادي الأهم مع أعلان وزارة الزراعة الأوكرانية خسارة ربع أراضيها الصالحة للزراعة بسبب الحرب ما يجزم بأن مسار التعافي سيكون طويلاً وعسيراً